الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله أما بعد المسلم لما يقول أعبد الله الواحد يكون المعنى أعبد الله الذي لا يشاركه أحد في الألوهية وليعلم أن الأحد إذا أطلق على الله يكون بمعنى الواحد كما قال بعض العلماء وقال علماء آخرون الأحد معناه الذي لا يقبل الانقسام والتجزء لأن الذي يقبل الانقسام هو الجسم والجسمية منفية عن الله تعالى لأن الجسم ما له طول وعرض وسمك وتركيب وهذا لا يكون إلا للمخلوق أما الله فهو الخالق الذي لا يشبه المخلوق فربنا سبحانه وتعالى لا طول ولا عرض ولا سمك ولا تركيب له ليس الله جسما قصيرا وليس الله جسما طويلا ولا سمينا ولا نحيلا ولا يجلس ربنا على العرش ولا يقوم ولا يقعد ولا يسكن في السماء ولا يوصف بأي صفة من صفات الأجسام فهو تعالى موجود قبل المكان بلا مكان لا يحتاج إلى شيء من خلقه ولا يشبه شيئا سبحانه مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك هذه عقيدة التنزيه وهي عقيدة أهل السنة والجماعة نصرهم الله وتنزيه الله معناه نفي النقص عن الله هذا معنى تنزيه الله أي نفي النقص عن الله نسأل الله تعالى أن يميتنا على هذه العقيدة السنية والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر